فرق التقصي الوبائي تواصل جمع العينات من محافظات المملكة وتجري الفحص المخبري لاكتشاف أي حالات إصابة محتملة بالفيروس بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين عشرات الفرق الصحية واصلت انتشارها في مختلف المحافظات وجمع عينات لمخالطين وأخرى عشوائية لإجراء المزيد من الفحوصات والكشف عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا في الزرقاء عملت فرق التقصي الوبائي على أخذ عينات عشوائية من مخيمي الزرقاء والسخنة في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الوباء في كافة مناطق المملكة ومنها المخيمات توسعنا بأخذ العينات من كافة مناطق المملكة ومن ضمنها المخيمات الموجودة في بعض المحافظات تم أخذ حوالي 106 عينات من مخيم الزرقاء وعينات عشوائية من كافة المناطق في المخيم وهي تمثل المخيم بشكل عام العينات سيتم إرسالها إلى المختبر المركزي ويتم فحصها وخلال 48 ساعة ستظهر النتائج إن شاء الله في الكرك جمعت فرق التقصي أكثر من 900 عينات عشوائية من المحافظة التي لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة نتائج الفحوصات جاءت سلبية في عدد آخر من المحافظات التي تم جمع مئات العينات العشوائية منها خلال الأيام الماضية ومن بينها المفرق ومعان مع استمرار جمع أعداد أخرى من العينات بالتركيز على العاملين في المطاعم ومحل بيع المواد الغذائية والمحل التي تستعد للعودة لممارسة أعمالها في عدد من المحافظات خاصة في جنوب المملكة وإلى جانب أعمال فرق التقصي وأصلت أعمال التعقيم التي شملت الأسواق والساحات والأحياء الشعبية في مختلف المحافظات